حازم بالفعل نحن أمام ساعات تحبس فيها الأنفاس على اعتبار بأن الآن الجميع يتربص بالآخر وحماس تراقب سلوك الاحتلال في هذه الساعات على اعتبار أن التصريحات الأخيرة تقول بأنه ملتزمين ملتزم الاحتلال في الدقائق الماضية لاحظنا أن هناك تجدد للغارات الإسرائيلية كانت بعض هذه الغارات في منطقة شمال غزة استهدفت أحد المواقع إضافة إلى غارات في منطقة الجنوب وحديث يدور من المواطنين عن قنابل أيضا تحدث ارتجاج يعني صواريخ ارتجاجية إضافة إلى أراضي زراعية في منطقة رفح الفصائل أيضا هناك رد صاروخي يعني سفرات انظار دوت وأيضا سراء القدس أعلنت بأنه قامت بإطلاق مجموعة من الصواريخ باتجاه مستوطنات غلاف قطاع غزة إذن أريد أن أؤكد حازم بأن الفصائل تهديد كتائب القسام ووضع جيش الاحتلال في الزاوية يعني هذه التهديد بالضربة من رامون إلى حيفة حينما يظهر أبو عبيدة ويتحدث هو يعرف ماذا يتحدث وبالتالي ربما في الساعات هذه حتى الساعة الثانية تستطيع الفصائل أن تمتص بعض الضربات من هنا ومن هناك وتقوم فقط بالرد على محيط مستوطنات قطاع غزة أما بعد الساعة الثانية سيكون هناك قولا آخر للميدان لذلك الجميع الآن يترقب كيف سيكون المشهد في الساعات المقبلة وهذه التهديدات وأن الأصابع على الزناد والجميع يترقب كيف سيكون الأمر في الساعات القادمة حازم ترجمة نانسي قنقر